سنتعرف على قواعد أيوباك المتبعة في تسمية الألكينات والسايكلو الألكينز أولا نحدد أطول سلسلة كربونية في المركب تحتوي على الرابطة الثنائية عدد زرات الكربون في السلسلة تعطينا البيرنت الكان نغير الانفكس ان إلى ان فنتحصل على البيرنت الكين رول تو ترقم أطول سلسلة مختارة والتي تحتوي على الرابطة الثنائية بحيث يبدأ الترقيم من النهاية الأقرب إلى الرابطة الثنائية ويحدد موضع الرابطة الثنائية برقم كما يظهر في المثال التالي هذا المركب يحتوي على واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة زرات كربون إذن البيرنت الكان هو حكسان نغير الانفكس ان إلى ان فيصبح البيرنت نيم هو حكسين نحدد موضع الرابطة الثنائية وذلك بالترقيم بالاتجاه الأقرب إلى الرابطة الثنائية أي نبدأ من اليمين واحد اثنان إذن الرابطة الثنائية في الموضع الثنان يكتب الرقم اثنان أمام البيرنت نيم فيصبح اثنين حكسين رول ثري عند تسمية الألقينات دائما ما تأخذ الرابطة الثنائية الأولوية على بقية المستبدلات في المركب أي نراعي الترقيم بحيث تأخذ الرابطة الثنائية أصغر رقم ممكن كما في المثال هذا المركب يحتوي على مستبدل وفي نفس الوقت يحتوي على رابطة ثنائية نرقم بالاتجاه الأقرب إلى الرابطة الثنائية بحيث تحمل الرابطة الثنائية أصغر رقم ممكن رول فور في حالة أن يكون للمركب Geometric Isomers أي السيس والترانس يجب كتابة سيس أو ترانس قبل اسم المركب للدلالة على نوع الأيسومر يصبح الأيسومر سيس إذا كانت أكبر مجموعتين كربونيتين في المركب أي حول الرابطة الثنائية في نفس الاتجاه نكتب اللفظ السيس قبل الإسم أما إذا كانت المجموعتين في اتياحان متعاكسان فيكتب اللفظ ترانس رول فايف في حالة تسمية السيكل الكينز وهي الكينات حلقية كما في المثال حلقة سداسية تحتوي على رابطة ثنائية دائما تنحصر الرابطة الثنائية بين الرقمين واحد واثنين لذلك لا يظهر الرقم واحد أو اثنان أمام اسم المركب حيث تفق على أن الرابطة الثنائية دائما ما تكون بين الرقمين واحد واثنان لذلك اسم هذا المركب يصبح سايكلو حكسين اشتركوا في القناة